وإن الطفل السوري الذي قال قبل أن يستشهد قال سأخبر الله بكل شيء قال قبل موته طفل صغير 8 سنوات قال سأخبر الله بكل شيء انظروا للعالم اليوم انظروا للعالم اليوم الظالم والقاتل خائف من فايروس أتمنى أن يبقى خائف إلى يوم القيامة أتمنى بعد كورونا أن لا تعود القنابل والبراميل المتفجرة تسقط على أهلنا في سوريا أتمنى أن لا يجوع أهل اليمن بعد كورونا أتمنى أن لا يصاب ولا يموت طفل من الجوع في اليمن كل ساعة بعد كورونا أتمنى أن تبقى البشرية على ما هي عليه بعد كورونا أحبتي ختاما أقول أين الفنانين الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا أين الراقصين والراقصات الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا أين الفنانين والمغنين الذين بلغت مشاهدات أغانيهم الهابطة ملايين ومئات ملايين المشاهدات نرجو منهم الآن أن يحلوا لنا مشكلة كورونا نرجو من الذين يتصدر الإعلام مشاهدهم ولا نسمع في إعلامنا الكاذب إلا أخبار الفن وأخبار المشاهير وأخبار الرخص تعالوا تعالوا بنا بهم جميعا هتوهم لنا ليعالجوا لنا مرض كورونا كلهم اختبأوا في جحورهم وأصبحوا يطلبون دعوة شيخ وقراءة قرآن من مصلح وأصبحوا يرتجون وصفة لطبيب ولعلاج لطبيب راتبه أقل راتب في الوطن العربي وأيضا أطباؤنا الذين نرتجي منهم اليوم أن يعالجوا لنا مرض كورونا كلهم هجرناهم إلى أوروبا كلهم هجرناهم إلى أوروبا ليشتغلوا في المستشفيات الأوروبية الآن أصبحت قيمة للشيخ وأصبحت قيمة للطب وأصبحت قيمة للثقافة أدعو العالم الذي أنفق كل مزانياته كل مزانياته على العسكر وعلى القنابل وعلى المدافع وعلى الأسلحة العسكرية الآن العالم يرتجي أن يدفع مال الكون كله وبترول الكون كله من أجل أن يعالج فائر الصغير لا يرى بالعين المجرد ربنا ربنا قد عرفنا قدرنا يا رب نشهدك من فوق سبع سماوات أننا عرفنا قدرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا كانت أوروبا تقول انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء قلتموها الآن قلتموها الآن منذ أن خلق الله السماوات والأمر متروك للسماء لكن ظلمكم وكبركم نمتم فيه وغرقتم يا رب قد عرفنا قدرنا فلا تضغ علينا البلاء يا رب عرفنا أننا ضعفاء يا رب عرفنا أننا فقراء يا رب عرفنا أنك الجبار يا رب عرفنا أنك القهار لكننا نعلم ونعرف أنك الرحمن الرحيم فيا رب لا تعاقبنا بدنوبنا ولا تعاقبنا بأعمالنا يا رب عم البلاء بيوتنا يا رب عم البلاء بلادنا يا رب فقدنا أهلا وأحبابا بفعل هذا الوباء يا رب نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفعه عنا يا رب لا يأتي رمضان أنا عند ظن عبدي بي يا رب ظننا بك أننا في رمضان سنصلي ونعتمر في المسجد الحرام فيا رب لا تضل هذه الغمة يا رب لا تضل هذا البلاء يا رب عودة إلى ما كني عليه من حياتنا الطبيعية لا مرض ولا وباء ولا هلع ولا خوف يا أرحم الراحمين